من عصف الموسيقى الشرقية في الصغر انتقل للعصف على السكسفون ليتحول إلى عازف محترف ومعروف ومدرس أيضا في آن واحد يعمل على تنمية موهبته طيلة الوقت ليصبح قادرا على التلحين أيضا له مشاركات كثيرة مع عدد من الفنانين المحليين والفرق المحلية ويأمل في المزيد نرحب سويا بالفنان الشاب سبيردون ردوان أنا قلت الاسم مضبوط سبيردون سبيردون أهلا وسهلا فيك معنا في اليوم أهلا وسهلا سبيردون قبل ما أسألك عن العزف أعرف الاسم بس منين لأن الاسم هيك غريب مميز الاسم هو اسم يوناني معناه الروح القدس بالعربي الروح القدس حالو الاسم غريب يعني طب احكي لنا هيك عن علاقتك بالسكسفون أنا بعرف أنه قبل ما تتعرف على هاي الآلة كان إلك معرفة مع كان إلك أسبقيات مع البيانو ومع أي آلي كمان 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 الكمان كمان 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 من البيانو و الكمان تحولت للسكسفون اللي هو لا عشان ما كانش يطلع الصوت السكسفون كان يطلع الصوت الزعج هو يعني كيف قدر بيأخذ وقت هل هي آلة اللي صعب أنه الواحد يتمرن عليها زي كأنه شخص عم بتعلم نغة جديدة تقنية إذا بتكون مظبوطة الواحد بعزف بدون مشاكل زي كيف أنه عم بحث معك يعني ممكن أنه الأحرف تكون صعبة بالبداية لو واحد بعرفت شو الفز الأحرف بعد أن الواحد بتعود بحاجة يعني لقدرات معينة إذا شخص بده يتعلم عليها بحاجة لنفخ لطولة نفس قوة نفخ لا بديك التقنية تبعة النفخ تضغط الصح فكل شي بيكون سهل زي كيف عم بحكي معك طب حبين هيك نبدأ اللقاء نسمع شي هيك مقطوعة أصيرة من السكسفون شو بتحب هيك تسمعنا يلا الحلوة دي هم بفكر فيها الحلوة دي يلا الحلوة دي هم بحاجة الحلوة دي هم بحاجة حلوة كتير كأنها بتحكي القالي لغة فعلا هي لغة بتحب أنه اليوم كمان أيضا بتدرس العزف على السكسفون بعدما أنت درست على هاي الآلة قدي بتشوفي إقبال على السكسفون اللي هي آلة غربية واليوم حتى عم منعربها متل ما سمعنا عم بتعزف عليها بالعربي أيضا لأغاني عربية طبعا يعني كشخص تشبع بالموسيقى الشرقية من الصغر فالإمكانية يعني بتكون واردة إنه الشخص ممكن أنه يعزف شرقيا على آلة اللي هي بالأصل الغربية بمجرد أنه يعرف تقنيات معينة بالآلة اللي غير متداولة عالميا بس الأتراك عم بدخلوها طبعا العازف المشهور سمير السرور كمان عرف التقنية كان يتعامل معها كتير هو بلش بالموسيقى الشرقية على السكسفون وإسا فيه كتير عازفين عم بيكونوا بالعالم بيكون في إلها طعم خاص يعني الآلة الغربية اللي بتعزف فيها شرق طب بيحكي لنا عن التعليم على الآلة كمدرس شو هيكي بتحس أنه أنت بتحب يعني قدي مهم لإلك أنه أنت كمان تدرس على هاي الآلة تعطي أكتر يصير فيه وعي أكتر على آلة السكسفون أنا طبعا كتير أول شي باني بسيط لما الطالب عندي يتقدم ويكون عنده جدية الكفاية في عندي طلاب اللي عم بتقدموا بسرعة بدي أحكي عن طالب اللي بعدة أشهر تقدم بشكل رائع وإسا يعني تقريبا على وشك يكون جاهز يطلع حتى عروض يعني حلو يعني طالب يعني بعتبره متفوق حلو لأنه إحنا ما في عنا كتير عازفين على هاي الآلة تحديدا على السكسفون يعني ما بنشوف عليها كتير إقبال إحنا مش يعني ثقافتنا أكتر موسيقى شرقية يعني حتى آلات شرقية وحتى إذا نروح لآلات غربية يعني بيكون بيانو كمان يعني آلات التوجه بيكون عادة كلاسيكي بس صحيح يعني إذا بناخذ سكسفون اللي هو آلة الجاز يعني ممكن يطلع يعني بالتقنية طبعته شرقي الجاز بنفع كمان كلاسيكي كل شي وارد درست طبعا على آلة السكسفون لأي مدى بتشعر أنه الدراسة والثقافة الموسيقية عند أي عازف أو فنان هي مهمة وهي ممكن تسقن كمان عمله طبعا الأمر مرتبط ب قديش الواحد بعت يعني من وقته لأنه يتطور ويتقدم من شرط التعليم نفسه كمان يكون عامل أنه يساعد ممكن أنه الواحد يشتغل شغل ذاته ويتقدم فإحنا بحاجة لها الثقافة الجديدة نحن نفتقر إلها أكيد طب شرعك تسمعنا كمان مقطوعة هيك حابين نسمعهم بطلبوا مني كمان مقطوعة كمان مقطوعة ترجمة نانسي قنقر قبل ما نطلع على الهوى حكينا كتير عن موضوع كمان إضافة غير العزف على السكسفون أنت أيضا ناشط لحقوق الحيوان بتحكي لنا أكتر هيك عن العلاقة كمان بين الموسيقى وبين نشاطك في مجال حقوق الحيوان كيف بتشوف العلاقة بينتهم؟ العلاقة واضحة كلما الشخص يرتقي إنسانيا مشاعره بتزيد إذا المشاعر بتشتغل بشكل أفضل عمليا إحساسه بإعطاء المشروع اللي عم بعطيه بيكون بشكل أفضل أنجع حالو حالو جوابك حبيت إنسانيا الإنسانية مرتبطة بالمشاعر مرتبطة بكيف عم بقدم والموسيقى أكيد إحنا بنرتقي فيها بمجال حقوق الحيوان شو هي المجالات الأكتر إيش بتشتغل عليها وبتعمل عليها؟ طبعا العامل الإنساني بأي مفهوم العامل الإنساني؟ إنه إحنا نرجع للطبيعة طبعتنا إحنا مش مخصصين أو مهيئين إنه نأكل حيوانات والدليل إنه أول إشي إحنا إذا منشوف عملية دبح نفسنا بتسكر يعني بيكونش عنا الكدرة إنه مين بيشوف دم ويروح باكل بعدها؟ على فكرة رح تتفاجأ إنه فيه أشخاص بقولوا لك لأ يعني أنا كنت بحي النقاشات مع كتير أشخاص وصفية أشخاص بقولوا إنه لا مش بالضرورة يعني ممكن إنه يحبوا الموضوع أنا عم بحكي عن نسبة كبيرة الأغلب أكيد يعني إسه خلينا نقول يعني المسالخ كلها عملنا الشبابيك تبعتها أزاز وجبنا الأطفال يتفرجوا عليها راحة كيفة ولا لا الأطفال هنه للطبيعة الفطرية موجودة بالأطفال إذا إحنا بدنا نتوجه لواحد اللي تعود منه هو صغير على الدبح متحود حسنا إذا بدك تأخذ طفل تعطيه سكينة خد إطباح مش رح يقبل أكيد طيب حلو إحنا أكيد أم تمنا لك التوفيق بكل المجالات اللي أنت عم تعمل عليها وحابة هيك أعرف منك شو طموح لوين حابب أنك توصل بمجال العزف على السكسفون تلحين مثلا أعمال خاصة إلك أنا بمراحل يعني اللي عم بلحن بس بعد ما أصدرت أي شيء يعني بالوقت الحالي راح يكون على القريب حاليا عم بطور نفسي عم ببلش أجيب معدات اللي أعمل ستوديو بيتي اللي أصير أقدر أنه بنطاق البيت تبعي أو الستوديو تبعي أقدر أشتغاله أنتج بالتلحين يعني بتشعر أنه وين أنت بتميل أكتر للجاز اللي هو الغربي أو الشرقي زي ما إحنا سمعنا منك قبل شوي شعرف إذا فيك مصطلح جاز شرقي أنا إيسا أخترعته فيه آه فيه هو عملية الدمج نفسه فيه توجد طبع وشو راح تازف شو يكون التوجه عم بفكر أنه الدمج الدمج ما بينه أنا أتمنى لك كل التوفيق بكل المجالات اللي بتقوم فيها سبيدرون ردوان شكراً كتير لوجودك معنا اليوم